اهلا بكم الى هذه الجولة في الصحافة العربية حيث نستعرض معكم اهم تناولته الصحف العربية من موضوعات وعنوين نبدأ هذه الجولة من صحيفة الحياة اللندنية التي اهتمت بتطورات الاوضاع في قطاع غزة وكتبت تحت عنوان الحرب تسابق التهدئة في غزة وكتبت الصحيفة في تفاصيل الخبر في اليوم الرابع عشر من الحرب على قطاع غزة وعلى وقع استمرار الهجمات بين اسرائيل والمقاومة الفلسطينية والاعلان عن استشهاد ثمانين فلسطينيا ومقتل سبعة جنود اسرائيليين تسارعت التحركات الدولية والاقليمية من اجل التوصل الى اتفاق تهدئة بدأت تلوح ملامحه في الافق في ضوء دخول واشنطن بقوة على خط الازمة واعلان القاهرة استعدادها لتعديل مبادرتها لوقف اطلاق النار في غزة وقالت الصحيفة انه في مؤشرين الى قرب التوصل الى تهدئة كشفت مصادر فلسطينية ان تقدم انطرأ على المحادثات التي اجراها مدير الاستخبارات العامة الفلسطينية ماجد فرج مع قيادة حماس في الدوحة فيما اكد ثلاثة مسؤولين مصريين ان القاهرة يمكن ان تجري تعديلات على مبادرتها بما يلبي مطلب حماس التي كانت قد رفضت المبادرة ننتقل معكم الى صحيفة السفير اللبنانية التي كتبت تحت عنوان فلسطين تنجح حيث فشل الاخرون وقالت الصحيفة بان الشاشات اللبنانية توحدت مساء يوم الاثنين في مشهد نادر في تاريخ الاعلام اللبناني والعربي تحت شعار فلسطين لستي وحدك وتابعت الصحيفة بان القنوات التلفزيونية اللبنانية الثماني لبيست الوان عالم فلسطين وافتتحت نشراتها الاخبارية الموحدة بصوت الشاعر الراحل محمود درويش واضافت السفير بانه على مدى نصف ساعة من الوقت كان يمكن ان تقلب بين المستقبل والمنار و ال بي سي اي و ام تي فيي والجديد و ام بي ان و او تي فيي لتقع على المشهد ذاته ننتقل معكم الى الشأن السورية الذي اهتمت به صحيفة القدس العربي وكتبت تحت عنوان الهيئة العامة للائتلاف السوري المعارض تقيل الحكومة المؤقتة وقالت الصحيفة في تفاصيل الخبر بان الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قالت الحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور احمد طامي فيما كلفته بتصريف اعمالها الى حين تكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة جديدة الشهر القادم وتبعت الصحيفة نقلا عن بيان صادر عن الهيئة العامة للائتلاف خلصت فيه الى ضرورة خلق ارضية جديدة للعمل اساسها انتقال الحكومة الى الداخل باقرب وقت ممكن وتوظيف الكفاءات السورية الثورية وهي ما دفعتها لاقالة الحكومة المؤقتة لترقى بعملها لخدمة الشعب السوري والعمل على تحقيق اهداف الثورة على حد وصف البيانة واخيرا في صحيفة الشرق الاوسط السعودية اهتمت باخر ما وصل اليه الوضع في الانتخابات في العراق على خلفية الازمة التي تعصف في البلاد وكتبت تحت عنوان معركة كردية على رئاسة العراق وقالت الصحيفة انه في الوقت الذي حسم فيه الاتحاد الوطني الكردستاني بزعمة الرئيس العراقي جلال طالباني امره بترشح او بترشيح القياديين برهم صالح وفؤاد معصوم للتنافس على منصب رئيس الجمهورية نفى احد المرشحين لرئاسة الجمهورية ان يكون عدد المرشحين بلغ 103 كما تناولت ذلك وسائل الاعلام ونقلت الصحيفة البيانة الصادرة عن المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني اكد فيه ان بعد انه بعد يومين من الحوارات حول تحديد مرشحي الاتحاد الوطني لمنصب رئيس الجمهورية قررنا في النهاية بان يكون الدكتور فؤاد معصوم والدكتور برهم احمد صالح مرشحي الاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية وانه تم اعلام رئيس اقليم كردستان ورئيس مجلس النواب العراقي حول هذا القرار مشاهدين نهاية هذه الجولة في الصحافة العربية شكرا للمتابعة الى اللقاء